السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحيح الإمام الحضاري لاحظت أمراً أن كثيراً من الناس يستخدمون كلمة غير حضاري وإذا قال هذه الكلمة في جهة إنكار أمر ما كأنه جاء بحديث صحيح أو جاء بآية قرآنية بحثت في محركات البحث بكلمة غير حضاري حتى أتتبع موارسات الناس لهذه العبارة وجدتهم كثيراً ما يستخدمونها على أمور يستنكرونها فيقولون هذا غير حضاري هذا غير حضاري وتفكرت ما معنى كلمة غير حضاري ما معنى حضاري من الأساس فعن لي معنى في ذهني عن لي أمر أن كلمة غير حضاري يراد منها أنه أمر لو رآه الإنسان الغربي فسيستنكره فهذا معنى غير حضاري وحضاري الرأى لن يستنكره لا يا شيخ كأنك زودتها كأنك شديت علينا شوي لا لا غير صحيح أقول لك هذا المعنى هو المستحضر في نفوس كثيرين إلا من يكون كل من يتكلم بهذه الكلمة أو غالب من يتكلم بهذه الكلمة حتى لا نكونوا موالغين ولكي يتضح لك الأمر بجلاء قبل أن أخذك إلى المسوعات الغربية هل يوجد إنسان يقول لإنسان يأكل بشماله هذا غير حضاري معنى أمر محرم شرع منهيون عنه ليس كذلك؟ لا لا يقولها لماذا؟ لأنها مقولة في الثقافة الغربية هل يوجد إنسان يقول لعن إنسان ولا يغتسل مع الجنابة فعلك هذا غير حضاري لا لأنه مقولة في الثقافة الغربية هل يوجد إنسان رأى رجلا يمسك بيد امرأة أجنبية ويتمشى معها وعلى التراضي بينهما فيقول له هذا فعلا وغير حضاري غالباً لن يفعل ذلك لماذا؟ لأن هذا أمر مقولة في الثقافة الأجنبية أو في الثقافة الغربية بينما الأمور التي يقال عليها هذا غير حضاري هي أمور غير مقبولة في الثقافة الأجنبية فإن كثير من الناس دائما عنده واسع أجنبي داخلي دائما يتصور أن هناك إنسان غربي يعلق له أوسمة أو يؤنبه إن فعل شيئا جيدا يقول له أحسنت فينتشي وإن فعل أمرا سيئا يقول له أسأت فيراجع نفسه هذا أمر حاضر في نفوس كثيرين مع الأسف الشديد وهذا تجده صريحا في كثير من كلامهم حين يقولون ماذا يقول الناس عنه في غرب أوروبا وأمريكا خصيصا طيب بالدوائر المعرفية التي تتكلم في معنى كلمة حضاري يقول الحضاري هو ما يقابل الوحشي أو الوربري وهذا عائد إلى استخدام النشأ في بريطانيا يقولونهم تجاه الحضارات الأخرى وهو يستبطن تفوقا ثقافيا يعني أن هناك ثقافة هي المرجع وهي الأعلى وهي الأجل وهذه الثقافة الأعلى والأجل ما خالفها يكون غير حضاري لهذا ترى بعض الناس يقول النقاب غير حضاري هذا قاله من؟ قاله رئيس فرنسا رئيس فرنسا لما تحدث عن النقاب قال أنا لا مشكلة عندي مع النقاب ولكنني أراه غير حضاري وسبحان الله رأيت بعضهن تقول هذا الكلام يعني شيء غير مقبول في ثقافتنا الغربية هذا المعنى هو المحرك الأساسي للكثير من الجرائم الأوروبية التي قاموا بها في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وفي أستراليا كما يقول إرنست إلينان قال يعني القتل والكذا والإبادات إذا كانت من شعوب حضارية متحضرة فهذه الجريمة ولكن إذا كان شعب متحضر ضد شعب بربري أو شعب متوحش فهذا كأنك تصطاد حيوانات فهذا لا يكون شيئا غير أخلاقي هذا معنى كلامه الإنسان الأوروبي اليوم انسلخ من نظرة إرنست رينان هذه ومن الداروينية الاجتماعية الداروينية الاجتماعية يعني تطبيق مفهوم الغاب والبقاء للأقوى على البشر في المجتمع ولكن لا ثالث هناك بقاء فالفكر الغربي الذي اليوم يحرق كثير من الناس فيه تناقض داخلي لا يدركه كثيرون يقال لك لا تفرق بين الناس على أساس أديانهم ولا على أساس ألوانهم ولا على أساس ثقافاتهم ولا على أي أساس بل لا يوجد فرق بين الذكر والأنس الذكر والأنس ما فيه فرق هذه كلها فرق اجتماعية ولكن في النهاية تجدوا أن هناك تحاكم للثقافة الغربية وأن هي الحضارة وأن الإنسان الذي يخرج عن هذا يعتبر إنسانا ليس متحضرا وعليه أن يخجل من نفسه وعليه أن يبرر ما وقفه لهذا دائما هؤلاء الذين إن جئتهم بآية قالوا لك ليس معناها كما تسعم لا لها معنا آخر وكثير منها ولصر يتابع شحر وروقي يالي بتفاصيلهم الغريبة وإن جئتهم بحديث قول لك أنا عندي مشترة مع الصنة ما هو كل شيء بلغنا صحيح وتجدوا يتحمس لأي شيء يطعن به في الصنة ويوسوس وهذا الشخص يسر لشخص آخر بعدها بثواني والثالث والرابع ثم عند الخامس والسادس والسابع يجدون أن الكلمة تغيرت فمثلا يقول له النهاره جميل فعند الأخير يقول الشمس مشرقة قد تتحول الأمر إلى هكذا وانظر هذا هو نقل الحديث عن بلان عن فلا عن فلا هذا جهل هم لا يعرفون أولا نقل الحديث غالبا يعتمد على ثلاث طبقات فقط والطبق الرابع يكون فيه عدد كبير وفي كثير من الطبقات يكون عدد يعني أبو هريرة مثير وبعنه أربعة وخمسة وستة ثم يروي كلاما ظاهرا أمام الناس جميعا ويسمعه جميعا من الناس ويراجع بعضهم مع بعض ويجلسون يحدثون ثم أن هذا يعضده واقع عملي أصلا فيحدثهم عن الصلاة ويذهبون يطبقون هذا في صلاتهم يحدثهم عن السكات يذهبون يطبقون هذا في سكاتهم ويحدثهم عن كذا وكذا وكذا ثم أنه لا يقبل رواية أي أحد حتى يكون متقياً متثبتاً أشاهد أنهم يحاولون قدر المستطاع بأي طريقة الطعن ثم أنهم بعد هذا كله في قضايا معينة يقيموا الحجة بسهولة بقولهم هذا غير حضاري ما انتهي الأمر خلاص جاءت الحجة الدامغة هذا غير حضاري كأنه حديث صحيح ليس صحيح الإمام الحضاري طيب كيف لنا أن نزعم أننا نعبد الله ثم أننا نتحاكم لذوق إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لو كان إنسانا يؤمن بالله فكيف إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده معاييرنا ومقاييسنا ثم بعد ذلك نقبل نحن على مثل هذا وكثير من الناس وهذا مشاهد والله يراعي الحضاري وغير الحضاري أكثر من يراعي الحلال والحرام فهذه قلوبه بنه آدم أوعية إما تشغيلها بهذا أو تشغيلها بهذا فكثير منهم يراعي الحضاري وغير الحضاري يوم القيامة لن تحاسب على الحضاري وغير الحضاري لا بس يا شيخ نحن أحيانا نرى أمورا أي ترى أمورا قل هذا قبيح قل هذا خلاف الأدب قل هذا كذا كما كان الأوال يقولون كلمة حضاري وغير حضاري ما كانت حاضرة قبل زماننا هذا زمان هذيمة الفكرية كما يقال كثيرا منهم مع الأسف يرى شيئا محرما فلا ينكره على أنه محرم فلا يقول هذا حرام حتى لا يتهم بالتشدد أو بالصحوية أو كذا والله لو قلتها وذكرت أن هذا حرام بس يا شيخ أنا ما أفتي عادي جيب فتوى العالم أبعض يلبس عليه الشيطان أنا ما أريد أن أفتي ثم يفتي بطريقة الحضاري وغير الحضاري طريقة الاحتكامل الغربي وفي شيء اسمه إنكار منكر وليس كله إنكار منكر فتوى فهناك منكرات واضحة والله لو أنكرته بهذا فأنا يكتب لك الأجر يعني هذا الإنسان الغربي معتز بثقافته وبحضارته ويقول لك هذا شيء حضاري هذا شيء غير حضاري وأنت لا لا تعتز به وسبح الله قويت قلوبهم جدا علينا بسبب الناس المنسحقين عندنا طيب يا شيخ ألا يمكن أن نستفيد من الشعوب الأخرى تستفيد منهم في أمر الصناعة ولكن أن تقيم السلوكيات الناس وأنت عندك وحي هو البيثان لا يجوز أثناء أنت تحاكم لغير الوحي فيما يجوز وما لا يجوز وفيما ينكر وما لا ينكر حتى العرف العرف هذا إذا اعتبره الوحي فإذا نفاه الوحي انتهى الأمر واليوم عندنا مشكلة كبيرة كثير منها قلوبهم قلوب العجب لماذا؟ لأنهم تشبعوا من عادات الآخرين نحن اليوم في حال حرب معهم بشكل واضح هناك جهتان تتحاربان جهة نحن ندعمها وجهتهم هم يدعمونها ومع ذلك لا زال كثير مننا خاضعا ثقافيا لهؤلاء الناس ومثل هذه الأمور عليك أن تلاحظها وعليك أن تنبه الناس عليها فليس أمرا هينا حتى لو كان الإنسان كافرا بالله ورسوله طيب أنت كافر بالله ورسوله وعابد لهؤلاء هؤلاء يحددون لك ما ينبغى أن يفعل هؤلاء الذين يقولون لك الشذوذ ما فيه مشكلة ولكن الزواج قبل سن سامة عشر فيه مشكلة يقولون لك تعدو الخليلات ما فيه مشكلة تعدو الزوجات فيه مشكلة يقولون لك الإلحاد وجهة نظرين ولا مشكلة يقولون لك زندقاء كفر قرطقة سب الأنبياء حرية رأي ولكن تشكيله في محرقة اليهود هذا فيه مشكلة كبيرة ولا يدخل في حيز حرية الرأي وهي لأشياء كثيرة ولا نحتاج نجمع تناقضاتهم ولا يحتاج أصلا النثبت إلى أنفسنا أن هؤلاء متناقضون أو عندهم أو عندهم أو عندهم شيء وحيد فقط ينبغي أن نثبته إلى أنفسنا أن هؤلاء الناس لا يرتبطون بالوحي ولا يزون إلى وحي فلماذا نعاملوا كلامهم وعاملة الوحي كثير من أدياء التنوير إذا أراد أن يسخف من شأن الفقه أو الوحي الذي هو من كتب التفسير أو الفقه يقول هذا نتاج عقل بشري هو نتاج عقل بشري في فهم الوحي الذي هو مفهوم من البشر ولكنه في النهاية بعد ذلك يحتكم لنتاج عقول بشري مرتبطت بالوحي البتة فما فضله عليك مرتبطت بالوحي ولا قالت هذا وحي ولا قالت كذا هو فقط يأتيك يقول لك هذا اللباس يعجوج لأنه ليس حضاريا طوز فيك واليوم كثير من الناس حتى في حبار عقائدي حضاري ما أحد يكفل الثاني ما أحد يبدع الثاني ما نقترح عليك ما نعلمك الحضاري إنسان لا ديني اعتقد أن ما فيه دين صح أفضل فليهذا السبب هذا سيعلمنا كيف نتحاور في أمور العقيدة العظيمة هذا حوار حضاري لكننا تتخيل أن نجلس ونقول هذا كلام جاهلي جميل جاهلي جاهلي رأي جاهلي هي نفس الحضاري هو الحضاري جاهلي هذه جاهلي هذا الشيء مقابل للوحي حال لو يأتي إنسان وتريد أن تستذين منه فيقول لك لي فائدة ربضية هم بثلاثة بن مية أربعة بن مية ليطلع معك ما رح تقول له هذا غير حضاري رح تقول له هذا حرام لكنك لو قلت له غير حضاري يضحك يقول لك كيف غير حضاري كل من بلدان ونتحضره تفعل فكيف هذا فأنت تحتكم لميزان يأتي إلى أقبح القبائح وأعظمها ولا ينكره ثم يتعامل مع أمور يسيرها مستهونة ويستنكرها وأنت تستنكر لهم تبع ما تقول هذا غير حضاري والخجل من أن تظهر تدينك في الحديث وفي الإنكار وفي غير ذلك أو بعضهم هو متدين ولكنه يحاول قدر المستطاع لا يظهر بصورة متشدد طالما عندك هذا الهاجس وهذا الوسواس فتنزل قدمك فكن كما ينبغي كن كما ينبغي بحسب الكتاب والسنة لا تكون منفرا ولا تكون مداهرا واحتز فيما معك من وحي ومن عقيدة فمهما قوية آلاته ومهما عالت ناطحاته ومهما كان فلا يوجد عندهم حج على ما أعتقدك وأنت الذي معك الحج وأنت يبغي أن يكون يقينك أن العاقبة لك على الأقل في الآخر وأنك ساعا في إنقاذ ما لاستطعت إنقاذه من الناس وقبل ذات تقول لها إنقاذ نفسك اللهم السعر